مشكلة جديدة تواجه منشئ المحتوى المفاعل ربح على منصة اليوتيوب منصة اليوتيوب لن ترحم أحد الفترة القادمة طبعا زي ما احنا عارفين ابتدت تعديلات للسياسات الخاصة بجوجل أدسنس والخاصة باحتساب الأرباح داخل جوجل أدسنس الفترة الأخيرة وفيه منشئين محتوى كتير فقدوا أرباح خاصة بيهم وفيه منشئين محتوى أكتر كانوا شغالين مخالف وابتدى اليوتيوب ياخد منهم أرباح بأثر راجعي ولكن المشكلة اللي بتقابلنا النهاردة هي خاصم الأرباح اللي جاية عن طريق السوبرشات واللي جاية عن طريق الملصقات العجيبة وده طبعا اللي هنشوفه مع بعض النهاردة وهنشوفه مع بعض بطريقة غريبة جدا زي ما احنا عارفين أو زي ما احنا اليوتيوب بيشرح لنا في مركز مساعدة اليوتيوب إن كيفية احتساب الأرباح أو المنشئ المحتوى بياخد حصة من الأرباح مبلغ معين اللي هو يحصل صانع المحتوى على نسبة 70% من الأرباح النتجة من السوبر والتي تحققها أو والتي تحققت من جوجل ويتم احتساب نسبة 70% بعد اكتطاع ضريبة المبيعات المحلية ورسوم App Store على أجهزة iOS وتغطي منصة اليوتيوب حاليا تكاليف المعاملات بما في ذلك الرسوم المفروضة على بطاقات الاقتمال وهنا نيجي لنقطة معينة أو نقطة مش فاهمها كل منشئ المحتوى منشئ المحتوى لما بيجي يجيله على السوبر شات 100 دولار بيكون حاطت في اعتقاده إن هو هياخدهم 70 دولار يوتيوب هياخد 30 يوك تتاع 30 ويتبقى لمنشئ المحتوى 70% ولكن بصراحة اللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة غير كده تماما زي ما انت شايف بعد احتساب الأرباح داخل ستوديو اليوتيوب بيتم خصم الأرباح بطريقة غريبة جدا ولو انت جيت هنا بصيت إن الأرباح دي جاي عن طريق السوبر شات كان فيه 70 دولار تم خصم السبعين دولار عن طريق السوبر شات وهنا الخصم إحنا إلى الآن ما نعرفش الخصم ده طبيعي ولا غير طبيعي ولكن أنا مش جاي أقولك إن الخصم ده طبيعي ولا غير طبيعي أنا جاي النهاردة وأضح لك خصم مختلف تماما أو طريقة احتساب أرباح مختلفة تماما ده كان بس مباشر ودخل لمنشئ المحتوى 37 دولار 31 سن ولكن لما جينا نبص على منشئ المحتوى لما جيه يتحسب له الأرباح الخاصة به ابتدت أرباح البس المباشر ده تتحسب 22 دولار 85 سن يعني تقريبا خصم من منشئ المحتوى 15 دولار هل ده طبيعي ممكن تكون قريبة شوية من الطبيعي ولكن اللي مش طبيعي لما يكون منشئ المحتوى هنا محقق ألف دولار على البس المباشر ويجي هنا اليوتيوب يقططع 530 دولار ويحسب لمنشئ المحتوى 470 دولار فقط طبعا في منشئين محتوى كتير على قنوات تعليمية بتبتيت تكتب في الكومنتات ان يتخصم لي 10 تخصم لي 20 تخصم لي 30 تخصم لي 40 تخصم لي 50 ولكن انا هنا بقولك ان ده خصم من داخل او من احتساب البس المباشر او من احتساب أرباح البس المباشر اللي بيكون مقدرة امامك الى التحويل داخل الستوديو احنا لسه كمان ما شفناش التحويل داخل جوجل ادسنز الفلوس هيتخسم منها ايه وهي راح على جوجل ادسنز هيتخسم منها ايه وهي بتتعمل لها اكتطاع ضريبية هيتخسم منها ضرائب قد ايه? وهيتخسم منها ايه لما تتحول للحساب البنكي? فهنا منشئ المحتوى تقريبا كده شغال للو للوطن. في مشكلة كبيرة في احتساب الارباح. في خلل كبير جدا في خصم الارباح بالنسبة لمنصة اليوتيوب. في خلل كبير جدا في جوجل ادسنس. طبعا زي ما احنا عارفين منشئ المحتوى في الفترة الاخيرة او فيما قبل كان لما القناة بتاعته بتقف ربح كان الفلوس طالما دخلت كان بيقباضها وما فيش ادنى مشكلة. ولكن هنا منشئ المحتوى بعد التعديس الجديد. اول ما القناة بتقف ربح قبل دفع او قبل ما القناة الستوديو او جوجل ادسنس بيبتدي يدفع الفلوس الى داخل البنك. لو القناة غير مفعلة ربح بيبتدي يعملك اقتطاع بسبب ايقاف الربح على قناتك. منصة اليوتيوب الفترة الاخيرة فيها مشاكل كتير جدا. مشاكل في احتساب ساعات المشاهدة. مشاكل في احتساب الارباح. مشاكل في احتساب المشاهدات. مشاكل في احتساب اللايكات. مشاكل في عدم زهور الكومنتات. كومنتات بيتم اقافها بطريقة غير مباشرة. خلل كبير جدا في منصة اليوتيوب. ولكن احنا مكملين. اه اي حد من منشئ المحتوى اللي حصل له خصم بطريقة غريبة او بطريقة. هو شايف ان هي مقفرة شوية. ما تنساش تكتبلي في التعليقات. في نهاية الفيديو اتمنى يا ريت لو عجبك الفيديو. ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في القناة. وتساعد زر الجرش ان يوصلك كل جديد. واستنونا فيديوهات تاني كتير. ولعندك اي اكتر حد الفيديوهات اللي جاي عندك اي مشكلة. سبها لنا في التعليقات.